رأيك في إجمالي مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم الأندية نسخة شايفها إزاي؟ شايف كمان طموحات اللعيبة في الحصول على البرونزية وعيبقى تاريخ كبير يعني شايف إجماليا مشاركة النادي الأهلي في هذه النسخة إزاي؟ بعدين خلي بالك كابتن معلش مجدي أفشا كمان دلوقتي نلسة آري وإحنا في الفاصل بيقول إن مطش بكرة أصعب من المطشين اللي فات يعني ده بمناسبة الكلام الكابتنية بيقولك بشكل عام يعني يعني لازم في البداية نقول إن النادي الأهلي اللي عمله وباشتراكه لتاسع مرة في كأس العالم الأندية دي حاجة فخر لنا كلنا لمصر والأهلوية يعني لأن لازال يعني على مستوى المحلي أندية مصر أو أندية العربية أو الإفريقية لسه طموحها إنها تشارك في المنديال فبقى لك بقى النادي الأهلي بيشارك للمرة التاسعة صحيح تخذ ثلاثة برونزية إن شاء الله بإذن الله الرابعة بكرة كنا قريبين قوي يعني إحنا كمان مش بنشارك لمجرد المشاركة إحنا طموحنا ذات جدا وزعنا إن إحنا ما وصلناش للنهائي وبنفكر كمان في النهائي والبطولة من خلال الأداء ومن خلال النتاج اللي إحنا عملناها عملنا مباراتين لغاية النهاردة مباراة مع التحاد جدة والأروع من كده أداء ونتيجة مباراة اللي فاتت مع فنومنانسي مباراة قوية جدا جدا مع فريق كبير جدا بطل كوبا أمريكا عملت مباراة كويسة جدا جدا حاجتين اللي بس حالوا إنك كنت تكسب أول حاجة طبعا التوفيق وده التوفيق ده طبعا من عند ربنا مقدرش نتكلم فيه تاني حاجة والناس كلها عارفة موضوع الأخطاء التحكمية اللي كان ممكن كرة أو اثنين من اللي كان لنا كان ممكن كان ممكن توصل وتكسب الفرص اللي ضاعت مع فريق كبير زي ده هم ما ضايعوش نصها عملت أداء كويس جدا جدا ده اللي زعل الناس إن انت كنت قريب إنما مع ذلك مزعل اللعيبة ومزعل الدنيا كلها طبعا إن احنا كنا قريبين فانت بتشارك انت ندل كل الفرق العالمية دي انت بتتكلم على أعلى مستوى أندية بتلعب معها وبتسيب بصمة حلوة يعني لما يطلع النهاردة المدير الفني ويتكلم أو لعيب زي يعني ميلو ميلو بيقول لك إحنا كنا باللعب ريال مدريد أفريقيا لما يطلع صحيح حتى جارديولي يقول لك إحنا من خلال تحليلنا للمباراة شفنا إن النادي الآلي أهضر فرص كتير وكان قريب جدا من المكسب خلي بالك كل ردود الأفعال دي مكاسب الناس مش حاسة بيها قوي لكن انت بتحط اسم النادي الآلي في حتى في كم واحد بيرى لجارديولي كم واحد في البرازيل بيرى لفليب بيميلو لما يقول لك إن ده النادي ده يا جماعة إيه النادي ده إحنا عايز أقولي أسلام إن إحنا بنقش كمان اللعيبة كلمت لأ على مستوى كمان المديرين الفنين الكبار اللي بدربه أكبر عندها في العالم تتكلم عن النادي الآلي بشكل كبير جدا وبشكل كويس قوي إن انت نادي